قلوات المجد للأطفال أمال لطفلك وراحة لبالك اليوم راح أتكلم عن أشهر برامج الموشنجرافك والخدعة السينمائية اللي هو من ضمن برامج حزمة كرياتيف كلاود اللي تتبع شركة أدوبي سيستمز طبما راح أتكلم اليوم عن برنامج أدوبي أفتر فكت برنامج أدوبي أفتر فكت طلع من أحد الشركات المطورة في أبريكا اسمها شركة ناسي والله ش اسمها لكن طلعت 1992 ثم جات شركة أدوبي عام 1494 استحوذت عليه وإلى الآن البرنامج موجود وكل في السنة يطلع مرتين لتحديث طبعا أشهر أفتر فكت أفتر فكت هو برنامج يستخدم لمنتاج الموشنجرافك وأيضا يستخدم لمنتاج لكن بشكل ما هو زي البريمير وأيضا يستخدم في الخدعة السينمائية الخدعة السينمائية مثل أنك تحط شخصين الكروما وغيرها أنا ألعب في الأشياء كثيرا أحب بإخلاص وأيضا في المنتاج التفزيوني طبعا ما هو الموشنجرافك؟ الموشنجرافك هو نفس الإنفو جرافك الإنفو جرافك زي ما كثير مثلا شفت صاميم إنفو جرافك تكون مصممة بشكل يحط المعلومات بشكل بسيط للمتلقي فهذه تكون متحركة ويموجود فيها صور ونصوص وكل شي موجود وأغلبها تكون نصوص ورسومات وإيقونات وشعارات نصوص وإيقونات وشعارات طبعا ما تشوفوه فوق بالزاوية شعار اليو أدومي أفترى فيك A-E هذه واجهة البرنامج أول ما تفتحها أستطيع أن يتغير الواجهة كل سنة نعم صحيح طبعا ما معنى موشن؟ الحركة السلسة فممكن لو يشغلون مقطع الموشنجرافك اللي أنا مسوي كل شيء جبت اليوم مقاطع أنا مسويها صنعة في جيل خمسة صنعة وفيه آخر شيء سويت شيء في جيل خمسة باسم الجيل خمسة ممكن يحطونا ورح نتكلم عن الخدعة السينمائية أو المؤثرات البصرية هي مجموعة من العمليات تصنع خارج ذاق التصوير ما معناها؟ يعني مثلا وهو الكرومة طبعا لماذا الكرومة لونها أخضر أو أزرق حتى يكون لونها أزرق؟ في أحد عندك إجابة؟ أنا عندي لك ذكرة ايه خنشو 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 هذا آخر شيء هذا أنا سويته شعار تحريك هذا سريع جدا فيه مشكلة تبقى الدوم في المقاطع حركة تصوير هذا المقطع ممكن يشوفون للمشاهدين في خمس ثواني لكن صدقني أنه قعد عليها صنع في ساعة أو أكثر ايه في ساعات يعني من تشوفه خمس ثواني كان شيء بسيط نعم طبعا فيه شيء للخدعة السينمائية حطيتها ممكن يشغلونها جبت صورة ثابتة وحركت الصورة بدلا ما خليتها صورة تايم لاب أو تايم لابس خليتها هذه أنا مسويها ومثال على المؤثرات البصرية دمج لقطة تصوير حي مع مشهد صناعي فيه مقطع لو يشغلونه يكون يدمج الكرومة يعني كثير في الأفلام تستخدم عشان توفر عليهم توفر عليهم الميزانية طبعا واحد يقول طيب أنا كيف تعلم البرنامج أبا أسوي زي هذا أنا جبت اليوم خمسة طرق تتعلم فيها أو خمسة منصات أول منصة منصة استخدمتها منصة جي دي واركشوب متخصصة في برامج التصميم تصميم الهندسي أوتوكاد ثري دي ماكس كاميرا فور دي وأيضا برامج أدوبي ديمنياشن فتوشوب يعني هي تعلمك الطريقة انديزاين وأيضا في اليوتيوب جبت قناة أنا السفيد منها قناة اسمها مصطفى مكرم وأيضا اليوتيوب بشكل عام لو تبحث عن أي شي تقول أبا أسوي مثلا موجات صوتية يمكنك تبحث كيفية عامل موجات صوتية برنامج الأفتر فكت يطلع لك وأيضا بالإنجاز يطلع لك أشياء بحر بحر يطلع لك حرفيا بحر طبعا واحدة من منصات المشهورة منصة يوديمي أو كورسيرا يوديمي جدا جدا ممتازة خصوصا سعرها جدا بسيط وأيضا بس لا يمكنك لغة الإنجليزية لأنه أغلب الدورات الممتازة تكون بلغة الإنجليزية في دورات باللغة العربية لكن مو نفس جودة اللي باللغة الإنجليزية وأيضا موقع أدو بي نفسه هذا هو في دروس موجودة تعلمك مجانية هذه كلها دروس عن الأفتر الفكت وأيضا آخر شيء اللي سفت منه اللي هو تعلم بنفسك أدخل وغوص في هذا مثال الخدعة السينمائية غوص حطيت تواجهة البرنامج نجرب هذا إيش هذا إيش ما معنى هذا خصوصا كان عندك إنجليزي يعتبر جدا جدا ممتاز إذا عندك إنجليزي أنا أشياء أتعلمتها بس أضغطت عرفت أشياء بس أضغطت وعرفت بس تنجربة يعني أنت جرب ضغط كذا عدل بدل رح تتعلم بناشر أيضا مع مساعدة اليوتيوب لو تبحث اليوتيوب مجاني ومقاطع كثيرة أيضا ساعدك في المجال وأيضا طب الواحد يقول أنا أشتري أبو أشتري فالواحد يقول أبو أشتري تشتري من موقع أدوبي اللي هو قوي شي طلعت الواجهة تشتري من موقع أدوبي تقريبا فيه شي يسمه حق الطالب والمعلم يكون سعرها جدا رخيص يكون سعرها جدا رخيص نعم حاجة ثانية طب أتكلمنا عن أنا كيف تشتري فيه طلقة قانونية ما نصح فيها تعدم لك الجهاز وفيها ميزات غير متوفرة عند الأجهزة الثانية عند النسخة الأصلية طب أنا أعطيكم أنا مثال أنا يعني كيف تطورت يعني ممكن فيه مقطع حطيت أنا قوشي طالع اسم أحمد هذا هذا أول مقطع سويتها بالأفتر فكت يعني أول مرة حتى سويتها بمساعدة واحد كان جدا جدا سيء والذي قالوا شيء ملتقى تواصل شبابي هذا سويتها تقريبا قبل شهر أنا حركت الشعار يعني أنت معلوك تطورت حركة للأسف لا أدري ما هي المشكلة في المقطع فلأسف ما طلعت الحركة أخي حتى الموضيع أنا وياك وأنا وياك وياك ما ضبطه أخي أخي ليس مشكلة أو لا ليوم الوطني أو ليوم فسحي أموما طبعا سنتحدث عن الكرومة مدى إذاfoodر على أحد يتحدث عن الكرومة أو نتحدث عنها بارني كنت أترزد بحطسε عن الكرومة مجرد إلى المحمد لا أتحدث عن الكرومة لأن الكرومة لأن أخضر فهي مختلفة جدا عن ألوان الجسم وقليل قليل أحده لكن اللون أخضر إلا في اليوم الوطني يعني قلتك نمو مستخدم اللون اللون هذا جدا بعيد عن لون جسم الإنسان وعن الأشياء اللي دائما طيب أسألك طيب إحن اللون الأخضر بعيد ورا ما يسخون أزرق لأنه أيضا هم بعيد هنا أزرق فيه هو لونين فيه أحمر هذي هنا سخم اللون الأزرق بعضهم سخم الأزرق أزرق يكون فاتح سماوي طيب رأى وش اللي يحسن الأخضر لأكثر استخدام مقاربة الأزرق هل لديك المعلومة؟ لا عندي معلومة هذا أول مقرع سويتها بالأفتر فكت كان يعني شيء واو بالنسبة لي أيامها أنا لا أستخدم الكرومة الخضرة كثير أنا كلاعب ماينكرافتي أنا شوور أحيانا هذه مقرع خدع سينمائية كانت صورة أفتح حركتها كانت صورة بنوراما حركتها هذا كان إن شاء الله استفدتم من البرنامج وإن شاء الله نشوف لكم أشياء جميلة بالبرنامج صراحنا برنامج هذا أخيرا ضلعت التحريكة هذا أيضا سويتها من زمان بمساعدة مع واحد هذا أشياء سويتها هذا كم موضوع إن شاء الله استفدتم كان معكم أحمد شكرا جميل 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 ما شاء الله تبارك الله موضوع شكورا أحمد على هذا الموضوع الجميل علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع